مبادرة اتكلم عربي هي واحدة من اهم المبادرات اللي هدفها هو الحفاظ على الهوية المصرية لابنائنا خارج مصر واللي قدرت خلال السنوات اللي فاتت اقامة عدد من الانشطة والفعاليات منها مثلا تنظيم مؤتمر اعادة احياء اللغة العربية ومعرض للخط العربي بمشاركة حوالي 20 طفل من ابنائنا في الخارج خلينا نرفت فصيل اكتر من دكتور جمال مصطفى المشرف على المكتب الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية صباح الخير على حضرتك وبعد التحية لو حضرتك تعرفنا عن الفعاليات والانشطة اللي تمت ليه اخترتوا ان يكون الاحتفاء باللغة مع اطفالنا المصريين في الخارج الصباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين الحقيقة ان اليوم العالمي للغة العربية كانت توافق مع المبادرة الرئاسية لاتكلم عربي وده كان تنسيق ما بين وزارة الهجرة والمكتب الاقليمي لليونسكو في القاهرة ووزارة السقافة وتم استضافته في مركز بداع عصر الامير طاز الحقيقة اليوم كان مليء بالفعاليات والانشطة الخاصة اليوم الخاصة العربي كان في جزء منها كمبادرة التكلم عربي وهي اللي ينتبناها وزارة الهجرة وبحضرت معنا معالي وزارة الهجرة الاحتفالية وكان معاها مجموعة من ابناء المصريين المهمين في الخارج واللي كتبوا اسمائهم من خلال مدرسة الخط العربي التابعة لسندوق التنبيه السقافية باللغة العربية لانهم طبعا لغتهم الاصلية حاليا هي زير اللغة العربية والولايات طبعا حسوا بفرق جدير جدا لما تعاملوا مع مفردات اللغة ولما تواجف مكان كافي زي اصر الان استهضر وبيرجع الى منتصف القرن الى 14 طبعا الاحتفالية ضمت امسية ثقافية كانت بتتكلم عن تطور الخط العربي منذ نشيته لحد دلوقتي وكمان ضمت معرض للخط العربي للفنان خضير البورسعيدي ومضموعة من الخططين مصريين بالإضافة أننا جبنا مجموعة من الفنانين التابعين لمدرسة الخزف والتراث التفليدي التابع للسندوق التنبيه الثقافية اللي بدأوا ينسجوا وينفزوا الخط العربي على الأواني التطبيقية سواء على الخزف أو طرق على المعادن أو في الجس وخلافه فكان واجبة دسمة جدا من الأنواع الفنوني اللي تزهر عظمة الخط العربي اللي وصل في العصر العباسي إلى 80 نوع وهو مكون من 6 خطوط رئيسية خطوط مثل الاحتفالية كانت بطانة الشيخ محمود ياسيني الضهامي وبرتو كانت بي اللغة العربية واجبة كانت دسمة للإبراز الخط العربي في تعاون ما بين وزارة الثقافة وزارة الهجرة ومكتب اليونسكو في القاهرة جميل ده شيء عظيم جدا دكتور جمال ربط أبنائنا بالخارج بجماليات وفنون الخط العربي عايز أسأل حضرتك ده بيؤثر إزاي على شخصية أبنائنا في الخارج لأنه بيش بس تعلم الخط الكتابة بشكل جميل وغيره لكن ده بيبرز جانب مهم جدا من هويتنا العربية والمصرية بشكل كبير إزاي ده بينعكس على شخصيتهم برأيك الحقيقة الهوية العربية والمصرية بالنسبة للأجيال اللي عاشت في الخارج لفترات طويلة مهمة جدا ولذلك كانت المبادرة الرئيسية لتكلم عربي وكان ضروري جدا أننا نكون متواجدين مع أبنائنا اللي في الخارج بمختلف الوزارات في عمل مشترك كمان نستضيفهم لما بيكونوا موجودين في مصر وده بيتضح في الفعاليات الكتير أو اللي بتعملها الوزارة الثقافة مع كافة الوزارات سواء كان مع الشباب الرياضة أو مع وزارة سياحة أو الأسهار في استضافة الأبنائنا اللي في الخارج وطبعا ده مهم جدا أن الطفل أو الشاب بيكون مرتبط بجزوره وبهويته وده بنلاقيه فيه شغف كبير جدا من الولايات سواء كانوا في الخارج أو كانوا موجودين في مصر وإحنا بنستغلك أبنائنا وزارة سقافة وده تكلفات من معالي وزارة سقافة الدكتورة نيفيني الكلاني بأن لازم يكون في تعاون مشترك مع كافة الوزارات لأن نقدر ننفذ الهدف الرئيسي اللي هو رعاية أبنائنا اللي موجودين في الخارج بكل الوسائل لأنه صعب جدا أن وزارة واحدة تتبنى ده فاحنا نشتغل مجموعة من الوزارات والحمد لله في الفترات الأثيرة كان فيه نتاك كبير جدا لده وشايفينه باستمرار ومستمرين فيه إن شاء الله في المستقبل دكتور جمال حبّة برضو أعرف من حضرتك الإقبال أو اهتمام حتى الأسر أسر المصريين طبعا موجودين بالخارج إن هما يشركوا أطفالهم فيه مثل هذه المبادرات نسبة الإقبال أو نسبة المشاركة قد إيه ردود أفعال الأطفال قد إيه الحقيقة الأطفال طبعا ديبوا ردود أفعالهم قوية جدا لأنه شغوف جدا بنعرف تاريخه خاصة وتراشه خاصة بنحنا بننتقل ليه سواء كان من خلال وزارات معنية من خلال معارض الأثار اللي بطلع لبرة من خلال الأنشطة اللي بطلقها السفارات في الخارج من خلال الأنشطة اللي احنا بنستطفهم فيها هنا ويكون فيها تعاون مع وزارة الكجرة فدي كلها بتخلي فيه تواصل مستمر مع الولاد ومع الأسر وفيه إقبال شديد جدا من الأسر لأن الأسر عايزة يبقى فيه جزرها موجودة بالنسبة للأطفال هم وضعوا في أماكن بعيدة عن الوطن لكن هم مرتبطين بالوطن وطبعا وسائل التواصل الكتير الحالية وفرت برامج كتيرة جدا بنادر نتواصل معهم مباشرة يعني شيء جميل جدا ورائع وكمان اختيار المكان أنه المعرض دا يكون في قصر الأمير طاز مكان تراثي وأثري كمان بيربط أبناءنا بالخارج بالثقافة المصرية والعربية بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال مصطفى المشرف على المكتب الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية ترجمة نانسي قنقر